ثلاث سنوات مرت على انطلاقة ثورة تشرين الثانية التي طالبت بإسقاط النظام السياسي الطائفي الغارق بالفساد والدافع بمعظم العراقيين إلى براث الفقر والبطالة ثورة انطلقت في جميع أنحاء العراق الذي عانت محافظاته كلها من سوء الخدمات وانهيار البنى التحتية اعتصم خلالها المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد مركزاً لثورتهم فضلاً عن ساحات أخرى في بقية المحافظات مؤكدين السمرارهم بهذه الثورة لأجل انهاء نظام تحكمه الأحزاب والميليشيات حكومة الميليشيات لم تقف مكتوفة اليدين بل قابلت متظاهري ثورة تشرين بالعنف والرصاص قتلاً وأخفاء وتغييباً في محاولة لقمع هذه الثورة ليذهب ضحية عنف الحكومة والميليشيات أكثر من ألف شخص فضلاً عن إصابة نحو ثلاثين ألف آخرين وما زالت حتى اليوم سلطات الحكومية والميليشيات تلاحق ناشط تشرين في محاولة لوأد ثورتهم ذكرى ثورة تشرين تمر اليوم وسط أجواء من الخوف والترقب والحذر من قبل الكتل والأحزاب والميليشيات خوفاً مما خرجت لأجله هذه الثورة وهو إزالة الطبقة السياسية الحاكمة الجاثمة على صدور العراقيين منذ عام 2003 وحتى الآن كم أن هذه الذكرى لثورة تشرين تأتي وسط انسداد سياسي وصراع حزبي تعيشه البلاد على الحكومة المقبلة التي لم تتشكل حتى اللحظة بسبب الخلاف الحاد على تقاسم الوزارات ليؤكد مراقبون من أن الأيام المقبلة قد تشهد موجة جديدة من موجات ثورة تشرين وأن الشعب العراقي أصبح قريباً من الانفجار مرة أخرى بسبب الاستياء الشعبي من الطبقة السياسية والسمرار الصراع المزمن للكتل والأحزاب على المناصب والسلطة ومع تجدد الذكرى ثورة تشرين اليوم تجددت معها المخاوف في قلوب السلطة والطبقة السياسية ولا سيما مع تردد ذات المطالب لهذه الثورة والمتمثل بإنهاء نظام السياسي الطائفي الفاسد وصد تأكيد ناشطي تشرين من أن ثورتهم ستعود بعد هذا التوقف ولا سيما مع سمرار صراع الكتل والأحزاب على تشكيل أي حكومة وفق محاصصة طائفية امتلأ الشعب العراقي قيحاً منها